السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 29 كانون الأول ديسمبر وبما أنه توقعاتنا ليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر تقريبا يعني مضاهله معاني تقريبا 23 دقيقة من بعد منتصف الليل بينتقل لها برج الأسد وفي موعد بث الحلقة مساءنا فيه خلو مسار ونذكره بعد قليل ولكن لأنه كثير من الأشخاص كانوا لأنه ببث الحلقة يوم الخميس فبقولك أنت خميس ولا جمعة وليش بتدخل الأمور فحساباتنا دائما من بعد منتصف الليل ولكن بذكر الحلقة قبل الموعد على أساس اللي بدي يرتب أموره ثاني يوم تكون الأمور واضحة بالنسبة لأله القمر الآن موجود في برج السرطان زي ما حكينا الساعة 12 و23 دقيقة بعد منتصف الليل الخميس على الجمعة بينتقل القمر وبصير في برج الأسد القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 6 و9 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح طبعا الآن إحنا في فترة خلو مسار خلو المسار بدأ الساعة 10 و56 دقيقة مساء من مساء يوم الخميس بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 12 و23 دقيقة بعد منتصف ليل الخميس على الجمعة لا ينتقل القمر بعدها ويستقر في برج الأسد يعني الفترة المذكورة فترة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدان فيه قبل خلو المسار الساعة 12 و23 دقيقة بعد منتصف الليل وأول نص ساعة من دخولنا من يوم الجمعة بتوقيت جرينيتش بصير القمر انتقل واستقر في برج الأسد بصير الناس من حولنا في هذا الوقت أكثر كرما مما اعتدنا عليم ماديا وعاطفيا بينصب التركيز على الفرح والترفيه والتجميل وممارسة الهويات ومشاركة اللي هي المشاركة الفئة العاطفية مع الحبيب يمكننا التواصل مع المسؤولين ومحاولة إجراء استفسارات ونصائح بشكل صحيح وبرضو بإمكاننا تعزيز العلاقة مع أحبائنا وأبنائنا ويمكننا أن نقترض المال منستثمر ومنشتري المجوهرات الثمينة ومنكون جريئين ومنرتد الملابس الأنيقة ومنهتم بمظهرنا الخارج اللي بيلفت انتباه الآخرين لإلنا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة ستة صباحا بتوقيت جرانيش بتخلق جو عام من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجابا بحيث انها بتدعم وبتتعزز أكثر وأكثر بتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبيدخل الإنفعال في علاقاتنا الجنسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 11 و 17 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانيش يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا تجعلنا نرى المشاريع بحجم أكبر من حقيقتها وبنثق في وعود غير واضحة وبنقبل باقتراحات غير منطقية أهمش أن نكون متيقظين في نفقاتنا ونتجنب الإفراط في الأكل اللي ممكن يعرضنا لعسر الهضم والتخمة بالنسبة للحدث اللي رح يصير اليوم اللي هو انتقال كوكب الزهرة لبرج القوس طبعا في حلقة نزلت على القناة فيها شرح كامل ومفصل وتأثيرها على جميع الأبراج بنصح الجميع أن يروح يسمعها ولكن لازم أذكر التأثيرات الخفيفة أو اللي هي بشكل عام على جميع كأحداث كوكب الزهرة الساعة ثمانية وثلاث وعشرين دقيقة مساء من مساء اليوم الجمعة رح ينتقل من العقرب لبرج القوس ورح يظل موجود في برج القوس في حركة أمامية لغاية الساعة ثمانية واربعتاشر دقيقة من صباح يوم الثلاثاء ثلاث وعشرين واحد خلال الفترة المذكورة بيطرأ تحسن على مظهر موليد برج القوس وبيشعر بقوة العاطفة وانجذاب أفراد من الجنس الآخر لإلهم بيستفيد معهم موليد الأبراج الناري الأخرى مثل الحمل والأسد والهوائي الجوزاء والميزان والدلو وكذلك كل شخص تواجد لديه كوكب الزهرة في ساعة ولادته في برج القوس طبعا الأشخاص اللي بينولدوا وبيكون عندهم الزهرة موجودة في برج القوس هذولا أشخاص ما بتبرز قوة الرومانسية عندهم عشان هيك هاي بالنسبة لعاطفتهم بتيجي بشكل عفوي بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم عندنا القلب، الشريان الأورطي، دورة دموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري والظهر والجانبان هاي الأعضاء هي الأكثر حساسية خلال هذا اليوم واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية واللي بيشعر بأي شيء غير اعتيادي راجع الطبيب طبعا هذا اليوم جيد للعمليات الصغرى لهاي الأعضاء ولكن عمليات كبرى ما بنصح فيها باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية ولكن الأشخاص اللي بيأخذوا مميعات بدهم يكونوا من تبهين بالنسبة لهذا اليوم، مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد، يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه في برج الأسد قلو المسار القادم بيكون يوم الأحد و 31-12 بيبدأ في تمام الساعة 5.18 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 11.53 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج العذراء بالنسبة لعمر القمر، عمر القمر انحسار المحدة بعمر 17 يوم في تمام الساعة 4.55 دقيقة بعد العصر بصير 18 يوم نسبة الإضاءة 92% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيد بنسبة 60% القمر في الأسد حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 45% الآن في ساعات الفجر سعيد بنسبة 15% ساعات العصر منتحس بنسبة 15% في ساعات المساء منتحس بنسبة 40% عطارد في القوس بيتراجح حتى يوم 2-1 منتحس بنسبة 75% الزهرة في العقرب وساعات المساء وانا بدو ينتقل للقوس ورح يضل في القوس ليوم 23-1 سعيد بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور بيتراجح حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجح حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% بلوتو في الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم وتعتبر هاي الفترة فترة مثمرة إيجابية بتنجحوا في حمل الترويج لأي سلعة لأي شيء برضو بتكونوا جريئين في الطرح بتتسارع الأحداث بشكل مميز واستثنائي وبتتلقى جواب أو عرض الأجواء اليوم ممتازة جدا ودعم لإلكم بقوة فعشان هيك لازم تستغلوا هذا اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتحتل الأمور البيتية والعائلية القصة الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة تلمس توتر على الصعيد الشخصي أو العائلي أهمش إنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة وتجنب العمليات الجراحية إلا إذا كانت اضطرارية وحاول إنك تأخذ فترة متقطعة من الراحة واستشير طبيبك برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار بتطلعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شي إنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض وبتكثر الزيارات والتنقلات بالنسبة لموليد برج السرطان اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكو تحذروا من أي خطوة مهلية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم مش إنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقق بالتفاصيل تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ بالنسبة لموليد برج الأسد اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية بتعدلكم نشاطكم المفقود موسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتدعم من مركزكم الاجتماعي وبتتوضح وجهة نظركم والاهتمام بمظهركم بتشعر بالحماس الفائدة وبتنشغل بوضع حجر أساس لمشروع جديد بتملك أفكار باهرة وحلول مذهلة وبتبدأ صفحة جديدة في حياتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بسيطر عليكم التعب اليوم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فحاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك ابتعد عن الضجيج والصخب وما تحسم قرار ولا تكون لجوج لأنه ممكن يخذ لك الحظ برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص اليوم ممكن يتلقوا دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة بتكون تنقلاتك مهمة وبتمتع بسرعة خاطر وبتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية وبتعرف لقاء داعم أهم مش أنه ما تماطل بل تشجع على العمل الجماعي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل هد من روعك ما تنفعل واتجنب مخالفة القوانين وإحرص على استقرارك اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بتنشطوا في مجال السفر والاتصال البعيد أو التعامل مع الأجانب أو ممكن أنك تشارك في حملة أو ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بعض موليد برج القوس ممكن يهتموا بموضوع بيتعلق بسفر أو رحلة أو يفرح لإنفراج أو تسوية مهمة تهتموا بهواية جديدة حيوية ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتعيد تنظيم أموركم المالية المشتركة من جهة ثم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية جديدة ممكن تناقش موضوع تمويل أو قرض أو ممكن تحصل على التسوية اللي بتحلم فيها وبتناقش موضوع مهم وبتجتاز امتحانات صعبة وممكن أنك تعالج الشؤون العائلية المهمة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر صار موجود مقابلكم تماما فبترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني حاذروا من الخلافات وما الضخم الأمور تبدو مرهف الإحساس ومتوتر بسبب قلق ما وحاذر من إثارة العدائية والبلبلة لأنه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يثير النفور للأشخاص اللي بتتعاملوا معك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون إهمال ودون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاكم وراحتكم لا تهملوا الواجبات مهما كثرت أو صعبت راعوا ظروفكم الصحية أكون دقيق ومنظم ومراعيا لظروفك ومعنوياتك أيضا هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر